اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومشاركة الفيديوهات ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو واحب اشكر كل الناس اللي بتتفاعل على جروب التليجرام وبتبعت الدفاع بتاعها شكرا جزيلا النهاردة ان شاء الله معنا الحلقة رقم اتناشر بعنوان يعني النافير وده درس مهم جدا ومن اهم دروس اللغة الفرنسية في البداية لازم تعرفوا وتكوين لفراز فرنسيز الجملة الفرنسية وزاي ما قلنا بلكده بتتكون من سجي يعني فاعل فاعل مفعول زاي الفراز الموجودة قدامنا دي هاني في سي دووار هاني يعمل واجباته هاني هنا يعتبر سجي في تعتبر يبقى دلوقتي عندنا الفراز فرنسيز بتتكون من سجي وفرب وكمبليمان اهم حاجة عندنا النهاردة في الليسان تعناه هو الفرب يعني الفعل ده اهم شي هناخد الفرب ده او اي فرب هيجي لنا ونضعه ما بين كلمة ن وبعدي كلمة با يعني هضع قبل الفرب كلمة ن وبعدي كلمة با ولو الفرب بيبدأ بحرف من حروف الفويل هنضع ان ابوستغوف وبعدي كلمة با ونزل با الجملة عادي زي ما هي هنمسك مثال مثال ونجرب مع بعض هاني في سيد فواغ المثال اللي كان عندنا فوق هاني يعمل واجباته هندور على الفرب هنا ونحط احتي خط مثلا كلمة في نحط احتيها خط علشان اعرف ان هو ده الفرب الفرب ده بيبدأ بحرف كونسون يعني ساكن هضع قبلي ن وبعدي كلمة با ونزل با الجملة زي ما هي هاني ن ف با سيد فواغ يعني هاني لا يعمل واجباتي كلنا عملته ان اخد كلمة في وضعت قبليها ن وبعديها با معنا مثال تاني جم لفرانسي وحبوا اللغة الفرنسية خلي بالكم عشان معظم الناس بيغلطوا هنا كلمة جم دي مش كلمة واحدة دي عبارة عن كلمتين كلمة ج وكلمة ام يعني كلمة انا وكلمة اي احب فعلشان اضع النجاسيون النفي لازم افصل ما بينهم الاول هضع الجو الوحديها وبعدي هضع كلمة ام اللي هو الفرنسية هنا طبعا با معنا كلمة ام هي الفغب هضع عبليها لعشان بتبدأ بحرف الفويل وهضع بعدها كلمة با يعني لا احبوا اللغة الفرنسية يبقى هنا كلمة جم علشان احطها في نيجاسيون لازم افصل ما بينهم الاول ما بين كلمة جو وكلمة ام بعد كده بضع انا با وبعد كده كلمة با التلاميذ يكونوا في الفصل هندور على الفغب في ناس هيقولوا ان الفغب طب ليه علشان هي تاني كلمة في الجملة خطأ طبعا الكلام ده لان مع بعضها تعتبر كلمة واحدة فقط معناها الطلاب فلما يجي لنا هنا اداة وبعديها كلمة اعرفوا ان دول عبارة عن كلمة واحدة فقط بعد كده بيكون الفغب اللي هو كلمة صان وده فغب اتغ هضع قبليها نو وبعديها با يعني الطلاب لا يكونون داخل الفصل هاللحظ هنا ان في علامة استفهام يعني ده سؤال وفي حالة السؤال لازم ابدأ الاجابة بكلمة نو بمعنى لا وهضع بعدها يعني فاصلة فلما جا جاوب العربي هقول لا انا لا اقرأ هذه القصة ايه اللي حصل انا حولت في العربي كلمة انت لكلمة انا نفس الامر في الفرنسي كلمة تو تحول الى ج وكلمة لي هو ده الفرنسي كلمة لي هو ده الفرب هننزله وهنضع قبله نو وبعده لا 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 اقرأ هذه القصة فلما نرأ هنا سؤال يبا لازم نجاوب كلمة نضيفها في غير ولو في حاجات تتحول هتتحول ايها حاجاته التي تتحول كلمة tu تحول إلى je وكلمة vous تحول إلى nous نلاحظ كويس علشان الملحوظة يهمة جدا كلمة a كل الأدوات دي تتحول إلى كلمة د أو دي أبوستروف إمتى مع كل الفرب صف أتغ يعني لما لايه أي فرب ومعه أداة من الأدوات دي بعد الفرب هعرف أننا حوله من كلمة دي أو دي أبوستروف إمتى كلام ده مع كل الفرب معه ده يعني لو الجملة فيها فرب أتغ ما فيش تحويل طب لو فيه أي فرب تاني غير فرب أتغ هيبقى فيه تحويل بس لازم نحفظ الأدوات دي كويس كل ده بتحول إلى كلمة دي أو دي أبوستروف طبعا دي أبوستروف في حالة الفويال ودو في حالة كونسون هنشوف بعض الأكزامل هم عندهم أصدقاء وهنا في الجملة التانية فيه فرب أتغ يبقى إلا يحصل كلمة دي لا تحول أما في الجملة الأولى هنا مفيش فرب أتغ ولكن يوجد فرب أفوار يبقى هنا كلمة دي تحويل إلى دي أو دي أبوستروف هننزل كلمة إلا فيكاز زي ما هي كلمة أم هنضع بليها أبوستروف عشان بتبدأ بفويل وبعدها كلمة با هنا زي ما قلت لكم مفيش فرب أتغ يبقى نحاول كلمة دي لكلمة دي أو دي أبوستروف طيب أمي بتبدأ بالأ في فويل يبقى نحط دي أبوستروف في الفراز الثانية هننصن دي زميهم يكونوا أصدقاء هنضع ن وبعدها با وكلمة دي تبقى كما هي اللي تبقى كما هي علشان هنا في فرب أتغ إن نصنن دي زميهم لا يكونوا أصدقاء إنها فاكهة أو هذه فاكهة كلمة سي لازم نفصل ما بينهم الأول هتبقى سو وهنا إي هضع عبل الإي إن أبوستروف وبعدها با وكلمة أم لا تحول لي لا تحول علشان هنا في فرب أتغ سو ني با أن فروي هذه ليست فاكهة جي أن ليفغ أنا عندي كتاب هنفصل الأول ما بين كلمة جو وإي وهضع عبل الإي إن أبوستروف وبعدها كلمة با جو ني با وكلمة أم تحول إلى كلمة دي لي نحولها علشان هنا ما فيش فرب أتغ فلازم نحول جو ني با دي ليس معي كتاب نو بوو점 دو لدو نحن نشرب الماء هنا معجود الفرب بووز هنضع عبلو نو وبعدو با بس نلاحظ كويس هنا فيه دو لأ الابوستروف دو الأ بوستروف تحول إلى دي أبوستروف هتبقى دو نو نو بوو점 البا دو نحن لنشرب الماء تو منجدو لضع نبواند هتأكل اللحمة هنا طبعا موجود البياندوقة لو تستفام وزي ما أعودتكم لازم نبدأ الإجابة بكلمة نان وكلمة ت تحول إلى كلمة ج ومانج لما أصرفها مع ج هتبقى مانج آخرها أ هنحزف الاس لأن الاس دي كانت خاصة بكلمة ت هضع قبل البرب ن وبعده با ود لا تحول إلى د ل لإن هنا ما فيش بربي أتغل هتبقى الإجابة نان ج ن مانج با دو فيوند لا أنا لا أأكل اللحم كلنا عملتوا هنا في سؤال يبقى لازم أبدأ بنا تتحول إلى ج مانج حنصرفها د لها هتبقى د هل تشترون الموز هنا طبعا زي ما قلتكم في سؤال يبقى نبدأ بكلمة نان وكلمة تحول إلى نو وأشتر هنا مصرفها مع الو وإخيرها او ز يبقى مع نو هيبقى أخيرها او ان اس هضع قبلها نعين أكسطوف وبعدها با وكلمة د تحول إلى د نان نو نشتنبا دو بنان لا نحن لنشتري الموز هل يتناولون الفراغ طبعا ده سؤال يبقى لازم نبدأ بكلمة نان وبعدها في رجل ليه الفصلة هنا هل ليس محتاجها لأن معناها هل فأنا مش محتاجها في الإجابة إلى بكس لا تحول هتنزل زي ما هي نضع قبل البرب ن وبعدها كلمة با وكلمة د تحول إلى د لا لا يتناولون الفراغ لا هم لا يتناولون الفراغ يبعد الوقت الأدوات دي تتحول أنت مع كل البرب ما عادة لو فيه ذرب أتخذ في الجملة مش هنحول حاجة نجي لأسلت الدفوار حول لصيرات النفية يعني أطفالي يدخلون الفصل هنا في سؤال لا تنسوش اللي أنا قلت لك عليه طبعا هنا في علامة استفهام لا تنسوش أجتب الكتب أنتم تشترون الكتب أجب كافة أنا أشرب القهوة هل يستمعون إلى المدرس هل هم يشاهدون التلفاز تفيل دفوار هل تعمل الواجب لا مر في الكوزين الأم تعمل الأكل إلا في سفيلم هي رأت هذا الفيلم وكذا يكون اتهينا من اللصن بتاع النهاردة فدا اللصن مهم جدا لا تنسو الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديوهات ولا تنسو عمل دفوار وتابعتوه على جروب التليجرام Merci أفوتا تانسين وإبعان تو ترجمة نانسي قنقر